اللي هي صفحة 15 زين ثالثا ثبوت فقدان أحد شروط النيابة المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات وهذا القانون وليثبوت وليثبوت ارتكاب المدعي والمدعى عليه إضافة لوظيفته ما يخالف أحكام المواد ذاكرين المواد نعم بعدين نجي ولكل ما تقدم وحيث أن البرلمان هو السلطة التي انتخذها الشعب وتمثل إرادته للتعبير عن طموحاته وتوجهاته ويمثل الهيئة التي لها الشرعية الكاملة في التعبير عن إرادة المجتمع أيضا ذاكرين في مضامينه جميع الأحكام المواد جميعها زين بعدين يرجعون على ثالثا بالصفحة 16 ثبوت فقدان أحد شروط النيابة المنصوص عليه في الدستور القانون الانتخابات ولكل ما تقدم المحكمة العليا عدم صحة الأمر النيابي إنها عضوية النائب ليث الدليمي وإنها محمد الحلبوسي في ناتهم نفس العقوبة؟ طبعا 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 وهذا موجود في الصفحة 15 وخلي يعني اليوم إذا حركنا دعوة ضد محمد الحلبوسي فتتحرك دعوة أوتوماتيكيا على ليث الدليمي حتى لو ما يحركوها هي صارت قضية رأي عام من الممكن أن المدعي العام أيضا يحركها صدما لذا تحجيهم ما جنت أعرفها وكثير أكيد ما يعرفوها لأنهم اثنيناتهم اعتبرتهم المحكمة أنهم حنثوا باليمين والذي أنا أتعجب من البعض اللي يقول بأنه هذا ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية عندما نظرت هذه الدعوة ووجدت أمامها مخالفات دستورية بهذا العمق وبهذه الفضيحة الكبرى كان لابد منها أن تتخذ قرارا هل يمكن أن تتغاضع عن هذه المسألة لا هي من ضمن اختصاصتها هي تفسير القوانين من ضمن اختصاصها تفسير الدستور من ضمن اختصاصها أنه تنظر في صحة يقولون أنه ما مسجل أنه إنها عضوية نائب في الدستور ما عد نهي قرار أن المحكمة الاتحادية تنظر في عضوية نائب ذاكرت المحكمة الاتحادية قالت إذا كان الدستور أو كان النظام الداخلي قد أغفل هذه الأمور المتعلقة بكيفية إنهاء عضوية نائب مذكور هذا بالقرار فكان الأجدر والأقوى هو قيام هذا النائب بحلف اليمين بحلف اليمين وحلف اليمين هو أقوى من نص قانون الممكن أن يدرج موجود هذا خليقروه وخلي يشوفون واللي فرحان خلي يرجع يشوف الأمر يعني وإحنا همين أن نرجع ونقول يعني البعض متخوف إحنا هنده أسمع طبعا نسمع التصريحات البعض متخوف بأن هذه هي السياسة العراقية هذه السياسة ليس لها أمان وهذا كل من يخالف أوامر فلان وفلان هذا ليس صحيح لو كان الحلبوسي قد تدارك ما موجود فعلا لو كان الحلبوسي قد استشار بعض القانونيين ولم يرتكب هذه الأخطاء ما كانت للمحكمة الاتحادية وإلى أي جهة أخرى بالعالم ممكن أنه حضرت